مرحبا بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض ام علي واحدة من اشهر الحلويات المصرية اذا بتلاحظوا كتير بنلاقيها بالقتلات بنلاقيها بالبوفيهات بشكل عام لانها مرغوبة من كتير من الناس فبهذا الفيديو رح نعمل طريقة لها كتير زاكية المكونات بشكل عام دسمة ولكن الطعم النهائي يعني ما بتتوقعوا بيكون كتير اخف من ما بيبين عليه بالطريقة فتبعوا معاي بالفيديو هذا عشان تعرفوا التفاصيل بس قبل هيك اذا مش عاملين اشتراك بقناتي اعملوا اشتراك وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنازله وهلأ خلينا نبلش بالطريقة عندي هون بكيت بوف بيستري طبعا هون طلعتوا من الفريزر فهو جامد افرجيكم كيف بنفك تجميده لما بدنا نشتغل فيه على السريع البكيت هذا بيكون فيه 10 اطاع وبيكون وزنه 400 جرام عشان تعرفوا مش ضروري هاي البراند اي براند انتو حابينها هلأ الفكرة انه بنعمل كمان من الكروسون تقدروا نفس الطريقة بس بالكروسون الفكرة انه التنين هم عبارة عن عجينة بينها طبقات زبدة فعشان ناخد هادا الطعم نقدر هادا او هاد بس انا حبيت اعملها اليوم بالبوف بيستري لان حسيتها ازكى صراحة من الكروسون هلأ اول ما نطلعها من الفريزر وبنا نستخدمها بتكون كتير قاسية زي هيك فعشان نخليها بحرارة الغرفة بنجيب اكبر صحن عندنا يااب ودخل المايكرويف وبنحطهم بشكل مفروض يعني زي ما انتو شايفين علشان ادخلها المايكرويف وتصير عندي يعني اطريها فهمتوا علي فبس بشيل الورقة وبحطهم بهذا الشكل بدخلها المايكرويف 15 ثانية ازا طلعتها وحسيتها لسا في مثلا شئات جامدة وكذا بقلبها وبرجع بفوتها كمان عشر ثواني مش اكتر من هيك هيك بتكون صارت عندي جاهزة ازا عندكم موقت بتقدروا تطلعوها قبل بليلة يعني تنقلوها من الفريزر للتلاجة وتاني يوم تشتغلو فيها هيك بتصير عندي بس صارت بحرارة الغرفة بدخلهم بصينية عليها ورقة زبدة زي هيك على فرن محمى على 200 درجة مئوية من تحت وبعدين بحمر الوجه ازا كان بدو تحمير او حسب فرنكم تطلع عندي بهذا الشكل هي بالعادة بتاخد لون لحالها بس ازا حستوها ما اخدت لون شوي حمروها علشان ازكى بالوصفة هلأ بالنسبة لها الوعاء اللي راح نكسر فيه البوفيستري او نعمل فيه اصلا الامعلي هذا بعمله بعمل فيه كل المقدار اللي راح اكتب لكم اياه بسندوق الوصف ولكن انا هاي المرة حبيت اعمله بالفخار علشان فخار بيحتفظ بالحرارة بشكل افضل واجمل للتقديم لامعلي فعندي هون فخارة اصغر والباقي راح احطه بفخارة تانية تمام فبس عشان تكونوا عارفين شو الاياس اللي راح تستخدموه بالوصفة وهو 27 ل28 سانتي بيكون مناسب جدا لهاي الكمية رح اجيب حبات البوفيستري بعد ما بردوا تماما خليتهم يبردوا بعدين بصير اكسرهم او افتفتهم بايدي زي ما انتوا شايفين هلا هون الفكرة انتوا اعملوا الحجم البدكمية بس بدكم بتكونوا عارفين انو الحجم اللي راح تعملوه هو نفسه اللي راح تطلوه بالمعلقة فيستحسن ان تكون الاطع صغيرة او متوسطة او منسميها بايت سايز انو تكون على قد اللقمة علشان لما تيجوا هيك طولوا ما يطلع اطع كبيرة وقطع صغيرة عارفين يعني يكون تقريبا الحجم مناسب للمعلقة فبطلني اكمل بهاي العملية عبل ما اخلص كل البوفيستري اللي عندي وهيك بيكون صار عندي جاهز عشان نحط عليه المكسرات فالمكسرات اختيارية بحتة يعني تقدروا تشيروا اشي تحطوا اشي زي ما بدكم هون عندي لوز محمص بالفرن من قبل بوقت وبعدين طحنتوا عبل ما صار هيك يعني جرشتوا انو يكون مطحون خشن صار بهذا الشكل عندي هون فستق حلبي برضو مجروش عندي كمان زبيب برضو نفس الاشي هيك حطيت كمية وعندي جوزهن طبعا كل مقادير بتلاقوها بصندوق الوصف بتقدروا كمان زيدوا بندوق البندوق كتير ذاكي مع ام علي يعني اذا كان محمص وكذا بيكون ممتاز اهم اشي المكسرات ما تكون مملحة تمام؟ هلأ ببلش احطهم بس على البوفيستري وبدي احركهم بس اخلطهم ورح اعطيكهم على جنب احنا لسا السائل اللي رح نحضر فيه او رح نسقي فيه ام علي رح نعملوا بطريقة تانية على جنب بس هنا انا بس بحرك المكونات خلي نحكي الناشفة مع بعض قبل ما احط السوائل فبس هنا عملية تحريك عبل ما اتأكد انه كل اشي توزع يعني المكسرات بكل شقة البوفيستري بكل شقة عشان كل حد يطلع له من كل اشي مش اشي مركز في مكان ومكان لا هيك بالنسبة للي تمام وهلأ رح احضر الخليط السائل بطنجرة يستحسن انها تكون غير لاصقة عشان حليب وما ينحرق ويلزق وكذا رح احط فيها حليب كامل الدسم اه طبعا انا بعير بالاكواب والمعالي المعيارية عشان يطلع معاكم نفس الاشي بتقدروا تحلوا حليب بودرة مع المية انا هيك عملت بس اذا عندكم حليب كامل الدسم سائل بتقدروا تستخدموه اوكي هلا عندي علبة حليب مكثف محلمة رح احطها كلها رح احط تلتينها على النظر يعني ما تكونوا كتير انه خايفين لانه رح يحلي بس رح يعطينا هيك كثافة بالطعم وتحلاية فتلتين العلبة وعندي معلب اشتا كامل زي ما انتو شايفين وكمان عندي هون ارفة رح احطهم مع بعض وبس بدي احركهم باستخدام الويسك صراحة انا سبق استعملت الامعالي بكريمة كنت احسها شوي اتقل فعشان هيك بقولكم هي شوي اخف رغم انه حاطين اشتا وحليب كامل الدسم بس بتظلها اخف من الكريمة رح احركهم على البارد بس احسهم شوي هيك هاختلطوا مع بعض الاشتا دابت وبعدين بنقلهم على نار متوسطى على الغاز يعني رح اضمي احرك فيهم يستحسن سباتيولا عشان توصلوا للقاع وكمان تنزلوا الاطراف لانه اذا في القرفة هيك بتطلع على الجوانب عبل ما بنظل نحرك يعني نحرك على نار متوسطى عبل ما يغلي معاي الخليط اول ما يغلي الخليط بكون خلص جاهز طبعا هون باخد وقت لانه كله هذا نحط على البارد شوي هيك تقريبا يعني بدنا اربع خمس دقايق بغلي الخليط وديروا بالكم لانه اول ما يغلي الحليب بفور يعني بطلع بطلع لفوق فضلكم كتير حريصين وما تتركوا الحليب بدون تحريك لانه اذا تركتوه رح يلزق اوكي فبس اول ما يغلي معاي بهذا الشكل زي ما انتو شايفين هيك بالنسبة للي تمام رح اطفي النار بهاي المرحلة وفي رح اضيف مكون شايفين كيف بعله معاي هيك بالنسبة للي اوكي طفيت النار ورح احط عليه هلأ فانيلا بتقدروا فانيلا سائلة بودرة بس عشان تحتفظ بطعمها بحطها بالاخر وبحركها وهيك صار عندي خليط التشريب جاهز طبعا ما بدي اوصف لكم الريحة قديش حلوة ريحة الخليط كتير حلوة يعني الارفة مع الحليب المكثف المحلى والحليب يعني قصة هلأ بشيله من على النار وهو سخن حطيته بس بكوب هيكا الو يعني زي كوب المعياري علشان اقدر اصبه بسهولة مش من الطنجرة او تقدروا بكفكيره انكم تسقوا في البوف بيستري فبضلني اعمل بهاي الطريقة طبعا العيار اللي انا عم اعطيتكم اياه بصندوق الوصف مناسب جدا للبكيت تبع البوف بيستري يعني بالضبط تديروه كله اوكي فبس رح احطهم بهذا الشكل و رح اتركهم على جنب عبل ما يتشرب البوف بيستري الحليب وهيكا ويضل عندي مرق ولكن قبل بسباتيولا بحاول اني يعني اعمل هيك زي فراغات اتاكد انه الحليب توزع بين كل شقفات يعني البوف بيستري اللي كسرناها عشان كله يتشرب وما يطلع اشي عندي ناشف واشي لا هلا هيك بتركها على جنب وهلأ بدي احضر للتغطية عندي هون حليب بارد كامل الدسم وعندي معلب اشطة بتقدروا تحطوا جيمر بس رح تطلع اشد معاكم بس بتقدروا يعني تبدلوا اذا ما عندكم كمان معلب اشطة رح احط عليهم كمان ظرفين من كريمة الخفق اللي هي البودرة كل ظرف 36 جرام فانتبهوا اذا الظروف اللي عندكم وزنها اعلى انتبهوا للوزن وبعدين رح احرك هيكا باستخدام المضرب بس عشان ما يطير علي بالاول وبعدين رح اخفق على اعلى سرعة بالاول على اقل سرعة عشان ما يطير علي وبعدين بعلي السرعة الاخر عبل ما تتماسك معاي بهذا الشكل هي ما رح تتماسك كتير لانو حطين معلب اشطة فما رح تمسك كريمة يعني تتشكل فيها ولكن رح يصير عندي خريط كثيف هاد الطبق كتير ازكم ما نحط اشطة لحال فهلا بس رح احط المكس هذا على الوجه طلعوا كيف اصلا شرب البوف بيستري كل الحليب اللي حطينا وهذا المطلوب ولكن بضله سائل علشان لسه بده ياخد وقت بالفرن اوكي هلا بس بسباتيولا بعد ما وزعت بدهن الوجه كويس قدر الامكان لانو الشكل اللي رح نعمله رح يعني رح يضل ما رح يتغير فيه اشي فكيف ما بتدخلو كيف ما بتطلعو فبس بحاول اوزع الطبق هاي وبعدين رح احط مكسرات على الوجه ايش بحب احط انا بحب احط لوز وبحب احط فستق حلبي بتقدروا انكم بدون مكسرات وتحطوها بعد الخبز يعني بعد ما تخفزوها زي هيك بتقدروا تحطوا المكسرات هذا اشي برجع لكم فيه ناس بحبوا يرشوا رشة سكر بودرة على الوجه بتعطي هيكا لون حلو بتتكرمل على الوجه وبتعطي لون حلو برضو هذا اختياري بتقدروا تعملوه انو بدل المكسرات وبعدين زينوا بمكسرات هيك بالنسبة للي صار جاهز يدخل الفرن محمى على 200 مئوية انا بحب ادخله من تحت وفوق بتقدروا على الشواية بس بتقدروا من تحت بس وبعدين تحمروه تقريبا بدلو 15-20 دقيقة بطلع بهذا الشكل هلا اون بزود فستق حلبي عشان اعزز اللون الاخضر وبحط كمان ورد محمدي هيك بكسر الالوان يعني زي ما انتو حابين وبس هيك بقدمو بكون صار عندي جاهز وشوية كمان بفرك هيك ورد محمدي على الوجه هون الحليب لاني كنت بصب فرجيتكم اياه عمدا اني عم بمسحه لما تصبوا حليب حاولوا انكم ما تطلوا على الاطراف عشان ما ينشفوا على الوعاء نفسه هيك بكون صارت امعلي جاهزة بتمنى تكونوا حبيته الوصفة كتير زاكية يعني من بين كل الامعليهات اللي جربتهم بحياتي هاي من ازكاهم فبتمنى انكم تجربوها اذا عجبكم الفيديو حطولي لغايك وكومنت برأيكم وما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم دي افرجيكم كيف قوامها بيكون يعني بيكون كتير يعني هيك سياحان ودوبان ويعني على قد ما فيها اشياء دسمة ومكسرات واشطة وكذا على قد ما هي وفوف بيستري اكيد على قد ما هي خفيفة على الاكل وحتحسوا حالكم حتيسحبوا فيها هي بتتقدم اما دافية او سخنة في ناس بحبوها باردة بس انا بحبها صراحة دافية لا انه بتكوي كوي ولا انه باردة فزي ما حبيتوا تقدموها وصحتين وعافية بشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جاي وما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم وتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي يعطيكم العافية وبشوفكم على خير